اهلا وسهلا ومرحبا بكم تحية للفلاحة اللي تبع فينا الكل على راديو الفلاح في موعد اسبوعي تعاودتوا به موعد صلة الضوء على مشاكل التربة وخاصة على اهمية المحافظة على التربة في تونس كما قلنا البرنامج هذية في اطار الشراكة بين الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري ومشروع بروسول اللي تشرف عليه الوكالة الالمانية تعاون الدولي جيزيد والادارة العامة للتهيئة والمحافظة على الاراضي الفلاحية عديد المواضيع وعديد المشاكل اللي تمس تربتنا من اهمها مشكل التسميد نعرفه للأسف العقلية متاع الاغلبية متاع الفلاحة في تونس يقول لك قد ما تعطي امونيتر ولا قد ما تعطي ديابي رو تضمن مرضو دياء اكبر اللي هذا البحوث العلمية وتقريبا هناك جماع منها في صفوف البياحثين على انه التوجه هذية غالط وهذه التوجه هذية حتى على المستوى العالمي كله قاعدة تتخلى عليه في اتجاه عقلا التسميد وبيش نعرفه اكثر تفاصيل على الموضوع هذية نستقبله اليوم البحث دورساف هلال مهندس رئيس بالمعهد الوطني لزراعات كبرى ومشرفة على برنامج التكوين في اطار برنامج الشاركة بين الين جي سي ومشروع بروسول مدام دورساف مرحبا بيك وبيك كسيلوتش مرحبا بيك ونشكرك في بداية على الاستضافة في البرنامج هذية وعلى اثير راديو الفلاح كيف كيف الرحب بجميع المستمعين وخصوصا العائلة الفلاحية من فلاحين وباحثين وهيكا الارشاكس قبل ما ندخل في تفاصيل برنامج التكوين في اطار الشاركة مع مشروع بروسول كما قلنا اليوم التسميد يطرح مشكل في تونس اليوم يقول فما الفلاح يقول لك انا ارضي ونعرفها وقد ما نعطيها اسم ده قد ما تعطيني صحيح ولا غالب صحيح اي يقول لك انا ولد القطعم طاعي وانا نعرفها اكثر منك انت وانت شنو بيش تجيب لي جديد معناتها انا هذيكا موارثها على بابا وعلى جدي ونعرف اللي هما ملي حالية عناية يعطيه في اللامونيتر ويعطيه يزرعه بالضيابي لكن ديما نحنا الفلاحة علوم معناتها علوم ترتكز على تجارب ونتائج بحث فانقوله هو الاتراب هذيكا اللي انت معناتها ماشي في بالك اللي هو ما يتغيرش راهو متغير معناتها هو ويعاء يحتوي على كائنات حيوية يحتوي على عناصر غذائية وهو في علاقة متكاملية مع النبطة فالنبطة اللي تستخرج ولا تستحقق الحاجيات من العناصر الغذائية متاحها كتلقى نقص معناتها للمردود اللي أنا حاطه كهدف انتاج معناتها نحد منه وإذا كان تكون ثم زيادة مثلا في عنصر الأزوت والعنصر الفوسفور خصوصا نحكي على عناصر الكبرى اللي هي الفوسفور والازوت والبوتاسيوم تقولوا عناصر كبرى لأنه الحاجيات النبطة منها كبيرة معناه فإنها كتلقى منها زيادة فهي تاخذ اللي حاشتها به بالضبط كما تفل صغير حاشته بكمية معينة وقتها يشبع يبدا يبلبس في الطبق كيف كيف إنه بتتلقى الزيت تاخذ اللي حاشتها به والآخر ييتبخر فيأثر على المناخ متاعنا وعلى المحيط والتلوث نشوفوه في الهواء معنتها بالغازات الدفينة اللي هي كما الغازات اللي تعمل حرارة هدية واللي متسبة في التغيرات المناخية اللي سايرة كيف كيف زاد الزيت خصوصا في عنصر الأزوت فإنه يلوثلنا الطبقة المائية فعادش عدنا مشكلة في عنصر الماء في شح المياه برك لكن حتى طرفة الماء اللي موجودين عنا يوليهم متلوثين ويولي عنا مشكلة تلوث المياه فبالحق الفلاح يذنو يفهم أنه ثم أدوات مساعدة على اتخاذ القرار واللي هي نتاج من البحوث العلمية ونحن زاد النتائج اللي نحن نحكيه على بحث تطبيقي نحن كمعهد الوطني الزراعة الكبرى الحق هو الهيكل اللي يجمع بين الفلاح معنا تيوصله مخرجات البحوث العلمية اللي يجي من المعهد الوطني للبحوث الزراعية من مختلف المراكز البحوث إن كانت وطنية أو على الصعيد العالمي فإنه نحن نحاوله نوصله هيلو حتى يعمل لدوبساو معناتها حتى يتبناها لأنه نحكيه على تقنيات جديدة أو مخرجات بحثية جديدة تعمل على إنه في نفس الوقت تحسن من مردود في الانتاج متاعه وكيف كيف تضغط على كلفة الانتاج فهذه هي المعادلة جديدة نحكيه على فلاحة حديثة يتطبق فيها الحزمة الفنية الحديثة اللي تتماشى مع الحقل حتى نفس الفلاحة نلقاهم في نفس الجيهة ومتجاورين لكن الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للقطعة للحقل تختلف من حقل كما قلت أنت بكري كما الولد صغير ياخه اللي حاشته والبيقي يبار بس به عبارة حتى عندك زوزة ولاد هم مرات زوزة وتواموا وميطلعوا شكيف كيف يعطيك الصح وهو التوى ما زالت في عقلية الفلاحة كان دار الجماع بش يصب لامونيتر عند فزجاره هو في مخه تديرك يمشي يخدم لجماع ويعمل لامونيتر حتى كان اختلفوا في تاريخ البذر أو اختلفوا في الشتلة أو اختلفوا حاجة ماشي في بلو بسيفة أوتوماتيكية فإنها الناس كل تعمل كيف كيف لا نحنا تولينا نحكي خصوصية الحقل وكل حقل وحقيقته حتى احنا نقوله حتى نحنا كهيك الإرشاد كيف يبدو يطلب منك في الفلاح مثلا بش تعطيه النصح عبر الهاتف فإنه أنت تقوله نجم نعاونك بسيفة عامة لكن من المستحسن إني نخرج نشوف القطعة ويسألوا جملة من الأسألة احنا ديما مضى بك أكثر أسألة بش تعطي أكثر أجوبة قريبة من واقع معناتها شنو زرعت قبل قد وقتاش زرعت شنية الشتلة شنية الدوزة معناتها سقوي أو بعلي فهذا كله يدخل في الحزمة الفنية اللي تنصح بها فمنجموش نحكيه على حزمة فنية موحدة فلأنه كل فلاح وعنده السيستام ولا الطريقة اللي يخدم بها ولا اللي سمت بها والحزمة الفنية تختلف مدام أنت حكيت حاجة بكري ماذا بينا تزيد تفصل هنا قلت أنت اليوم الفلاح كي يعطي كونتيتي أكبر من المونيتر النبدة تاخو غارضها والباقي شنو يصير؟ الباقي يصير لسيفاج بالفرنسية نقولوها من عرش ولا أنه يتسرب معناتها لأنه هو العنصر الأزوت هذية سريع التحلل وسريع التنقل معناتها يتحلل فيسع من الماء دوبة شوية معناتها يعني شوية ثراء قلوا نحنا ثراء في التربة يتحلل وفيسع يتسرسب معناتها خصوصا لو كان تبدل الهيكل التربة نحكيه تو صحة التربة معادش نحكيه على ترشيد العقلانة التسميد نحكيه على صحة التربة لأنها هي يجب يكون الهيكل كامل فيزيائي وكيميائي وبيولوجي كله متكامل مع بعضه كما جسد الإنسان بالضبط راو ونحنا خلقنا من طين معناها نحنا إذا كان أنت جسدين تكون لباس لكن يبدأ نقص فيك فير ولا بار ولا بيدوز ولا فيتامين سيت نجمش تهز راسك من المخد كيف كيف أنت هو زادة بنظر يشوفها لباس يقول لكم ورا هانيا معناتها لكن هو ينجمعه صر واحد ناقص فإنه يحب من الانتاج اللي انت حاطه معناه الفلاح كي يستعمل معناه الأسم ده بصيفة معناه أكثر من تسحقه في الأرض هو لو قاعد يضر في أرض أكيد يضر في أرضه بفلوسه أيه هذه المحساج هذا بالذات معناه أنت أنا نحب نركز عليه ونحب الحق معناه أنت جملة فلاحينا يكونوا واعين به لأنه كي نحكيه على وعيره ومش نحكيه على أن نعطينا معلومة وتعدينا رأنا نحكيه على معلومة ومن بعد تتبنى الأمر معناه أننا مضابينا في الحصاص هذية نعملو كالترهويجة للفلاح مش راك قد ما تصرف راك معناتها راك قد ما تضمن مربوحا أيه معناتها مش هكي زيد زيد ما زيد دقيق لا بالعكس راك قاعد تضر في روحك من ناحية الكلفة الاقتصادية معناتها راك قاعد تصب في فلوس زايد عليك وممتا راك قاعد تضر في أرض في جملة الكائنات الحية لأنه راهو كالوعاء التربة هذي كوعاء هو المسؤول عليك صحة النبضة اللي تخرج لك معنات وطوره كله مربوط ببعضه التوازن كل لكانت خل تحت الطربة تحت القاعة معناتها وانا كلمة نشوفه هايش كوين العروقة ذيك لكان اختل التوازن غادرة هو يختل التوازن عندها الفوق فتكسر أمراضها وتكسر حساسيتها لارقاد معناتها وتعطينا وتحدك المكونات الانتاجة ديك اللي نحكيو عليها عدد الدجدير والعدد الحب في السبولة والمعناتها النوعية لأنه نحكيو مردودية نحكيو كما ونوعا نرى نحكيو أنت كي تعطي الدواء كي تقبل السلعة للدوك ثم بارام باش يشوف يعني كسلم التعيير هذيك باشي صحيح ثم الكمية لكن زي إذا باشي نقص لك هاي اللي يزم بيرتين معناتها الشوائب ولا الوزن الألف حبة ولا البياس الوزن النوعي فهذا كله يزم يقرأ بحسابه هو رأو أحنا ما نقولوش أنه الفلاح ما يعرفش مثلا ماش كون يعرف قد الفلاح لكن ثم ساعة تغيب عليه متغيرات زياد يابدك صح متغيرات تغيب عليه أو معنتها لأنه معنتها ينزل في اليوم اللي يعمل فيه وأنه تغيب عليه ثم حاجات بسيطة كما قلنا الأدوات المساعدة على أخذ القرار نقولو مثلا تحليل الطربة ما يتكلف حتى شايرة أو تحليل الطربة بالنسبة للفلاح في بداية الموسم وكيف كيف العملية هذه رأي متوفرة في المصالح المغتصة في المندوبيات تمشي غذيكا المرشد وحتى الكلفة الكلفة ضئيلة الخاطر ثم العناصر الكبرى اللي نجمون عملوها كما الفوسفور كما نسبة المواد العضوية اللي هي تعطينا فكرة على صحة الطربة معنتها هذو ما يخليوك أنت تفهم شنو وزيرها على الساعة اللي تمشي محلقة تعمتها أنه تنجم ما تمشيش أصلا نرشت لهذه وقدش حاجياتها لأنه أحنا كي نحكي ونبتا نحكي حاجياتها يجب أن تجيبها كمية تجيبها من وعائل هذكا التربة والكمية اللي نكملوها من الأسنت الكيميائية وبعد ما تعرف حاجياتها تحدد بالضبط أنت الكمية اللي بشي تجيبها حددنا الكمية من بعد يلزم ثم مراحل معينة ساعات الفلاح يغيب عليه أنه يقول لي كان ما عنديش فوقي فلوس بشي نجيبها فيستاتر وفق خاطر نحنا ثم المرحلة هذية تلاثة أوراق بداية التجدير هي مرحلة مهمة في تسميد الحبوب لأنها تأثر على عدد جدور معناتها في المترو مربع هو يعرف يجيبك الكمية لكن يعطيها ديكاليب شوي فإنه نجاعة استهلاك السماد استعماله من أنه تكون ناقصة فيعوض بشي يستهلكها ولا يحسن لفيسيانس نحكيو عليها معناتها نجاعة استعمال السماد فيعوض تكون 60-70% وهنا نحكيو على الرونتاميليتين معناتها المردودية اقتصادية يلزمها مربوطة بالمرحلة وبالكمية هو كي ديكاليها بكل عشرة يان ثم نسبة ما عاش بشي يخلط عليها صيق طيح فلهنه نحن نعملو تعديل أوطار يسمعنا يعطينا وذنورة وديما ثم جديد في الفلاحة ثم مخرجات ثم أدوات طوى والنس تحكي على معناتها لأدوات ثم نحكيو معناتها في بلدان متطورة بالجد نحكيو على تركتور في ديكابتور يعطي معناتها التريميل اللي وراها تبدأ دوزي في ديفيران أليمان أناه اللي تاخد شغدوز في الفوسفور أناه اللي تاخد شغدوز في لازوت في عنصر لازوت معناتها ثم ديما تغيرات وراي ديما المعلومة العلمية راهي مدتها ما تتجاوز اشتو في تغيرات العلمية دي ستة سبعة شهر وديما ثم جديد ديما ثم جديد فالفلاح بش يكون نحكيو على فلاحة هديثة ومردودية تتماشى مع التغيرات المناخية هذية بش يلقى رونتابلية كونوميك متاعه راهو القديم يزمو فيه تعديلات بسيطة ويعتمدها الأدوات المساعدة على أخذ القرار وراهي ثم أدوات ما تستوجبش زيدة راي برشا فلوس كيما قلت حليل التربة ساعات زيدة هو يعملها يعملوها فلاحتنا قبل كدوبلو دوز معنى يوسد بالدوبل في القطعة متاعه وقتها كيوسدها دوبل هذي كراهي تستحق أكثر أمونيتر فهي كي تدخل في نقص أزوت تعطي الفرصة بش الفلاح يفهم أنه ظاهر مدام منك كلمك معا خالت برشا الفلاحة خالت نحن ليش فلاحة ما نجمع يوسد ويهد دونك لغة مدام تاريخيا تاريخيا تونس معروفة أرض هغنية يقول لك أرض تونس تنبت الزعفرة في مني وتبركلك حتى زراعة الحبوب قبل في تونس وصلنا في مراحل نحكي وتاريخيا نصدروا أحنا في القامة اليوم عليش تراجع انتاج زراعة كبرى وعليش تربتنا ولا تفقيرها شوف نحن المسؤولين الأولانين والأخرانين على حكاية هذه فلاح إذا كان يحب يبدل ويحسن راه يجب أن يتحمل مسؤوليته ونحكيه على برشا ممارسات كما المشروع هذا يحكي على تقني لبان بخاتيك التقنيات السليمة التي نحكيه مثلا التداول الزراع نزيده تتعمقه في مرات أخرى لكن أنت تلقى واحد يزرع جمح شعير فارينة قرط من نفس العيلة فإنه معا كان كخمسة سنتي هذوكم اللي بش يستغلهم نفس الحاجيات معناتها ثم بش تصير معناتها كما نقوله أحنا العلاقة التكاملية أو التوازن بين النبتة والتراب بش يصير فيها اختلاء لأنه ثم نباتات عليش نقوله نحنا التداول الزراعي المهم أنه ثم نباتات تستثمر أكثر معناتها دسترات ونقوله أحنا أعمق طبقات أعمق في في التربة فلهنين نلقاه زيدا حركة بيولوجية تصير وعضوية تصير وعناصر معدنية كل شي مربوط البعض عنا اتقلنا هذية معناتها الزراعة الأحدية ثم زيدا العباد اللي كل عام تقلب الارض كل عام يقلب كل عام نحنا نقوله مرة في ثلاثة سنين مرة كل مرة دورة في الدورة الزراعية عليش وانت تشوف احنا صخانتنا في جويل يا خمسين وخمسة واربعين تمانية واربعين كي تقلبها وتحطها جملة الكائنات الحية اللي موجود كما انت تبدأ تخبي في وجهك في الكليماتيزار وما زيدك بشي تحطوها كيك بشي نموت وبيش يتحرقوا تما زيدا لان سينيغاسون اللي هي حرقان تماع بيت تحرق انت لحد الآن يقولك نحرق مثلا عنده اشكالية معينة في عشب مستعصي ولا مرض معين ولا يدخل عليها يحرق يقولك ما في بالوش اليهوك الحرقان يهز الباهي والخاي معنات يهز الصالح والطالح معنات المواد هذيك ولا الكائنات اللي هي مسؤولة على تمعدن انت شفتك البقايا اللي تبقى بعد الحصيدة ولا التعشيب زيد طيما يقولك في العوامل الزم الساعة هو يهبط البار متاع الكوب في مكان تلاح سيدة بشي يهز كل شي لأن البال متاع تبن أغلى فلا نائ ولي ما ضبيب أكثر ربح اقتصادي فهو يخدم على الموسم هذيك لحظي معنات يخدم ميخممش انه كما على ديمومة ديمومة الفلاحة ونحكي يزم كالفيرما هذيك أو المستغلة اقتصادية رهية كان ما يتربحك فلوس قولنا سكر البتين ده وبدل القلب زيد معناه فيهون يزم يخمم في ربح مستدام قلنا الحرقة حاجة خايبة الزراعة الأحضية حاجة خايبة الحرصان كل عام كل عام حاجة خايبة هذو مبارشة ممارسات غير سليمة فمضابين الفلاح يمشي الممارسات السليمة كنقول عقلنا التسميد استعمال المرشد لليبيستيسيد معناتها الأدوية الكيميائية يعني بالحق مش مضرة كان للطربة مضرة للنبدة ومضربة للإنسان وراه تفشي أمراض الكونسيرت ومش من لها شيء فنحنا المسؤولين مدام احنا اخذينا على الممارسات الغالطة اللي حقوم بيها الفلاح اليوم نجم ونحكيو على تجارب ناشحة خاصة في تجربتكم ضمن مشروع بروسول اللي خدمت ومع فلاح اليوم قاعدة قاعدة تمارس في التسميد هذي العقليني رشيدة أكيد جدا هو وراه المشروع جاء يدعم ويعاون الإشعاع أو عمل المعهد في تبني الممارسات السليمة هذية فكيف نحكيو على مثلا من الممارسات السليمة الفلاحة الحافظة اللي جات في أحكينا على تجارب خدمتوا معها متاع فلاح كيف مشيتوله وبعد ما يدخل المعهد اليوم وضعت به نمشيو مثلا فلاحة اللي هما خصوصا في تغير المناخ هذية وانحباس الأمطار فإنه ثمه فلاح في برغو يخدموا معه في الفلاحة الحافظة كي تمشي عمنا ناول هذية في الإكسperience هذية كي مشينا لوقت البرياد بدأت تشيح الدنيا لبرسالي اللي بحذيه كل جمح ومصفار وهو ما زالت تشوف فيه الأخضورية معناتها إيافة مع الخاطراندي كي ما تحرطش ما تقلبش معناتها نقوله بتقنية الفلاحة الحافظة معناتها يحفظ لنا كمية المياه فإنه تحافظ وكي تتحافظ على الميديتها تولي النبدة وقتها تبدأ في إجهاد حراري وتحت ضغط مائي فإنها تستثمر لأنه النبدة تتلوج على تعمل لك السيستام أوتو ديفونس تمشي تلوج تشبد الماء من الطبقات اللوطة فات لهنا تريزيستي أكثر تولي عندها قوة مقاومة أكثر زادة عقلانة التسميت فإنه نخدمه معاه بطريقة الكشف التنبؤ مثلا نرجع الهيستوريك شنو السبق الزراعي وقدش استهلك وقدش جاء ونعطيوه نحده مع بعضنا هدف إنتاج معين ونعطيوه الكمية نحده الكمية متاع المونيتر ووقت اللي بيش يعطي بالضبط نعطيوه معاه فإنه لهنا يلاحظ أنه كلفة الإنتاج متاعه ضغط ضغط وقممته حسن في الإنتاجين فلهنا ثم حاجات ملموسة يدو ما نحكيوه على حاجات ملموسة أحنا حاجات عينية لاحظناها لكن هو أزاد الفلاح راهو بشي حس بنتاجها أكثر يزم أعوام وأعوام لأنه ما تنتجمش تحكي على نتاج في لحظة حافظة قبل خمسة سنين خمسة سنين لأنه حتى لنتحصل وتحسن مكال هيكلة التربة لأنه الهدم نعرفوه نحن التكسير أسهل من أنه ما فهميش لكن بشتعاود تحسن في خصوبة التربة ولا تطلع من نسبة الخصوبة يزمك أعوام بناء وتغيير كثير من الممارسات مش ممارسة برشة وبحدة معناتها سامحني لكن هو يزم يدور يزم إدماج الزراعات العلافية يزم عقلان الترشيد معناتها التسمين يزم حسن التصرف في معناتها الأعشاب الضرة في الأمراض يزم ديما واحد يكون معناتها منفتح ويستقبل معناتها مثالش ما يرفضش ما يقولش لا ما فهميش جديد وما عملتوا ما عندكم ما عم تعملوا وما تحكيوا ولي فيه زي انتم ما تحكيوا فيه ما هوش هذيك الحقيقة وقهبتوا سور تيران وطلع عشان لا مثالش يا أخويا ديما خوذ نسبة جرب أحنا شنقوله حتى الفلاح عندك 15 نكتار ولا 20 نكتار شوف التقنية اللي احنا عطينا هالك هذيك جربها لك وهملتها جربتك وحدك كي ما اشتل جديدة مثلا خوذ خمسة ستة اشتل حتى كي تحضر في الأيام الإعلامية تقول انت تحكي على برشا اشتل خوذ يا أخويا اللي قلنا لك احنا منهم خمسة ستة جرب بون ديت بون ديت والعام الجاي خلي زريعتك واحدك وهانك اخطاء في 3-4 سنين كيف كيف زادة في التحليل والتربة نقولولهم احنا امشي سنة هاي ورقة التحليل امشي اخوذ الخمسة اكتارات هذو ما حلل العام الجاي هذوكم سيبون يبقى وفلاب الدورة زراعية كاملة حلل القطاع على الاخرين على الخطر يقولك على الكلفة وكل شي نقولهم احنا الكلفة هنك مش بش بش تعمل كل شي ولا المؤسسة في لحية متاعك كلها بش تعملها في عام يكون عندك زادة طريقة تخطيط بش تمشي بش تعرف تتصرف المصارف متاعك فانقولولو اعملك الخمسة كتارات اذيك امشي بالنصح متاعنا في كتار واعمل الاربع كتارات الاخرين بالطريقة اللي انتي تشوف ايجا نحسبوها بالورقة وستيلو من هنا الاخر العام مع بعض فانو دي ما يتضم في اخر العام معناتها ثم طريقة الاقناع لانو هو يحب يشوف عليني كما قلنا هو الفلاح يسمع من فلاح واللي عمله جاره ياخذ اوتوماتيك ماه بالنسبة لي هو قرآن منزل معناها ويصدقه اكثر من الفني فكيف كيف زادة من الطرق اللي معتمدينها احنا حتى قبل المشروع هي ارساء حقول المشاهدة انو وقتها يلاحظ واحنا نثمنوها معاه في ايام اعلامية ووقتها تصير حصة توعية معاه لكن دي ما نعرفه زي داره لازمه برشا صبر ولازمه برشا وقت فانك راك بش تكسر موروثة عنده اعوام عند الفلاح معنا تثلاثين واربعين سنوات رب هكيكة وشاف هكيكة ومارس هكيكة وكانت تعطيه نتاش توبش تجي تحكيله على تغيرات مناخية وانحباس الامطار وقرب اكثر للفلاح وفهم الفلاح في واقعه اليومي مش تاخده زي داره من الجانب الفني واضح مدام وحنا حكينا على الفلاحة المستدامة زي داره اليوم يجب نحكيه على علاقة مستدامة بين الباحث والفلاح لانه اليوم رو مش تحسن مردودية النشاط متاعك مش بالضرورة تكون عندك برشا فلوس المهم يجبك تعرف كيفيش تستغل الارض اللي عندك ويجب زي داره تكون عندنا استراتيجية وطنية للبحث العلمي يجب اليوم امكانيات اكبر سواء بشرية او او مادية لانه غدوة الاستثمار بش تستثمر اليوم رو غدوة بش تربح للاضعاف امتاعه والبلدان المتقدمة والعالم لكل اليوم قاعد يستثمر في الفلاحة وقاعد يستثمر في البحث العلمي احنا من نجم نكونوا كان متفائلين اولا متفائلين ما عرفتنا بالمعهد الوطن للزراعات الكبرى الين جي سي اللي هو من المؤسسات النموذجية في تونس واللي هي خاصة تخدم على العلاقة المباشرة مع الفلاحين وكذلك متفائلين بالنتائج اللي بدت تتحقق ضمن مشروع برسول النجم نبنيوا عليها والنجم خاصة نرجع للطربة التيعنا صحتها اللي اللي فقدتها واللي الكلنا مسؤولين عليها مادام درساف يعطيك الصحة درساف مهندس رئيس بالمعهد الوطني الزراعات الكبرى ومشرفة على برنامج التكوين ضمن برنامج الشراكة بين DNGC ومشروع برسول احنا بشتكون لقاءات اخرى مع باحثين في المعهد الوطني للزراعات الكبرى مهم جدا اليوم اننا نعطيه الفرصة للباحث احنا ديما نسمع الفلاح والفلاح من حقه انه يشكي والفلاح من حقه انه يطلب الدعم ويطلب المنح لكن اليوم رايي المعلومة تسوى برشة وسوريا المعلومة تنجم تعوذك على بارشة حاجات اخرى وقبل ما نختم برنامجنا نعطيه الكلمة لاختنا دورساف كلمة حرة تقول فيها اليدحام شكرا سيلوتفي فقط كلمة اخيرة للفلاحين ان كلهم رايي تربطنا ثروتنا وصحتها مسئوليتنا مسئولية الناس الكل وراهي هذيك امانة كيم اعطوها لنا جدود نحافظ تحية للناس اللي تبع فينا الكل كيم قلناك وما وعدنا شعر الاخميسي جاي في حلقة جديدة وموضوع جديد